الحقيقة الصبح شغالين في اعداد الموضوع ده لقينا خبر انتشر كده كالنار في الهاشين بيقولك ان في طائرة رئاسية جديدة طائرة مصرية الصورة تظهر قدام حضراتكم على الشاشة رايحة ايرلندا عشان يدهنوها هي دي الصورة يا جماعة الحمد لله عبدالفتاح السيسي اللي عنده اسطول طائرات رئاسية يعني من الاكبر عايز اقول لحضرتك ان الطائرة دي اشتراها اللي فاتت بنص مليار دولار بتمانية مليار جنيه خلاص يا جماعة نشيل صورة الطائرة تمانية مليار جنيه اشترا بيها الطائرة الرئاسية كانت موجودة في هامبورغ في ألمانيا بيعملوا لها صيانة وبيرتبوها بيقولك هي مدينة طائرة حاجة كده فخفخينة حاجة كبيرة جدا يعني بيقولك الطائرة دي يا جماعة الطائرة دي افخم من ملك الاردن وافخم من الطائرة الملكية هنا في بريطانيا حاجة كده مش معقولة عبفتاح السيسي بيلع نفسه وافخم من طائرة حتى بوريس جونسون حاجة مش معقولة يعني يعني بيجيب طائرة بتمانية مليار جنيه بنص مليار دولار بيقولك الطائرة تحركت أولان بارح من هامبورغ راحت أيرلندا عشان يدوها وش بوية يدوها دهان أستاذ أحمد موسى ياللي بريطانيا بتعاني ايه رأيك في موضوع الطائرة دي ده الحقيقة الخبر هداء ليك ولكل الناس اللي في مدينة الانتاج نشأت ورفاقه اطلع يا جماعة كلمونا عن الطائرة اطلعوا كلمونا عن الاحتياط النقدي اللي مش لاقيينه اطلعوا كلمونا عن الأبوال الساخنة اللي بتهرب اطلعوا كلمونا عن الناس اللي برا اللي بتحسدنا زي ما محمد معيت وزير المالية بيتكلم اطلعوا كلمونا على طائرات السيسي اطلعوا كلمونا على دهان طائرات السيسي اطلعوا كلمونا على التمانية مليار جنيه اللي اتصرفوا من دم الشعب المصري عشان عمفتاح السيسي يركب طائرة رئيسية جديدة فدي الحقيقة الملخص هقوله تاني في جملة احفظوها وحفظوها لأحمد موسى هو ونشغله معاناة البريطانيين هي جنة للمصريين